الجميع يعرف أن هناك توجه حقيقي وتوجه فعال لسنوات كثيرة نحو سيارات الكهربائية جميعا نعرف قصة نجاح شركة تيسلا كمثال وسيارات أخرى كذلك للصين وغيرها حزب السوق العالمي لشركات سيارات الكهربائية يقدر حاليا حوالي 400 بليون دولار في العام الماضي هناك نمو كبير معظمه جامل الصين تعتبر الصين هي من أقوى الأسواق العالمية في انتجات السيارات تنتج حوالي أنتجت في 2020 حوالي 7 مليون مركبة ويتوقع أن يستمر هذا النمو فالصين تعتبر شوق مهمة مهمة جدا في هذا الموضوع وكذلك ستتوقع أن تستمر هذا الشيء أما بالنسبة لأوروبا فالصورة تبدو قاتمة أو عن ما لأن معظم النمو اللي كان في أوروبا هو كان بتسجيع من الحكومات الأوروبية ببرامج تحفيزية اللي تملك هذه السيارات فكان هناك بما يعرف بحاجة اسمها مكافأة البيئة أو تصل في بعض الدول إلى ألاف مليوروات وهذه يعني خلت المستهلك لتوجه لأوسيرة الكهربائية لأنه يقول لك إذا سأوفر مبلغ ما من الحكومة التعطينية ليش لا؟ ولكن عند الحكومات عندها تراجع مثلا في ألمانيا التي كانت عندها هذه المكافأة البيئية التحفيزية قررت في بداية العام أن توقف هذا الشيء لأنها عندها أولويات أخرى في بلدها جزء من خطط التقشف وغيرها من ذلك هذا أدى إلى الخفاب حاض جدا في مبيعات السيارة الكهربائية في ألمانيا تحديدا بنسبة 48% لهذا العام مجرد راح التحفيز الناس أجعوا السيارات الحفورية ذات المقود الحفوري فهذا لا يعني على أساس السيارات الكهربائية تستمر بالإنتاج وبالنمو لازم تكون فيها ماركة سينسبرنسي يعني ما تكون تدخل حكومي لدخل حكومي لا يستطيع أن يستمر في جميع الدول فهنا هذه المعضلة بالنسبة للسيارات الكهربائية تعتمد كثير منها على تدخلات الحكومات والحكومات عندها أولويات تختلف من سنة إلى أخرى طبعا هناك تحديات أخرى مثلا سأذكر منها أن البطاريات الشحن التي تعتبر هي زي المكينة أهم عنصر موجودة السيارات يدخل في إنتاجها مادة مهمة مادة الليثيوم وهو صعوبة إلى مصادرها من مصنعي السيارات الكهربائية وكذلك ارتفعتهم منها فهذه مهمة جدا أنه فكثير من الدول دخلت في مجال التعدين الصين بالذات عندها توجه في دول إفريقية وامريكا اللاتينية بوليبيا وتشيلي وغيرها لتأكد أن يجيها حصة مناسبة من اللي يكمل أنه فيه نقص في العالم من هذه المادة وهناك كذلك التقنيات المصلحة من البطاريات هي تتطور في نفس الوقت ولكن لا زال هناك صعوبة للقيادة لمسافات طويلة بسبب احتياج البطاريات لعدة الشحن وهذه غير ملائمة أكتشفها المستهلك أنها غير ملائمة في الرحلات الطويلة بين المدن والمرونة الذي يحتاجها السائق فهذه كلها أدت إلى بعض التحديات وكان هناك وبدأت في بعض الشركات تعاني من خسائر في التصنيع مثلا شركة نيو الصينية وشركة الوسيدة الأمريكية عانت مؤخرا واضطرت إلى زيادة رؤوس الأموال بسبب تكاليف إنتاج البطاريات من جهة أخرى وتكاليف إنتاج السيارة الكهربائية بشكل عام فهناك بعض التحديات تواجه هذه المصانع وهناك تباطئ في بعض الأسواق فهذه أحد التحديات طبعا هناك التحديات الأخرى كما قلت في بعض المدن في بعض الدول من دولة لا أخرى وكما ذكرت أن انخفضت مريعة السيارات في ألمانيا تحديدا حوالي 48% في الأشهر الماضية وذلك إلى رفع التحديز وكذلك في أوروبا بشكل عام انخفضت مبيعات السيارة الكهربائية بحوالي 20% فهناك 20% في أوروبا بشكل عام وهناك حوالي 50% في ألمانيا بشكل خاص فهذا كلها يجب أن تدرس كيف تتخلص من هذه التحديات وكيف نصل إلى حلول مستدامة نتكلم عن المستدامة فالمستدامة مهم جدا فذكرت أحد التحديات وهو مدى السفر المحدود تحتاج البطاريات أن تتطور أكثر ليشعر فيها المستعلك بالطمأنينة وهو يروح إلى مسافات طويلة وكذلك يجب أن تكون فيها بنية تحتية تبنى محطات لعادة الشحر تكون متواجدة بشكل جيد البلدات العربية بالذات تعاني من هذا عدم وجود البنية التحتية في أوروبا أكثر تقدم من الكتاليك في أمريكا ولكن في البلدات العربية والقليج التي عندها توجه لهذا الاتجاه لا زال البنية التحتية لا تتناسب بقدر الطموح وكذلك عندك زمن الشحن الطويل يستغنق شحن البطارية الكهربائية وقتا أطولا مقارنة بملء خزان الوقود التقليدي وهذا يسبب إزعاج لذلك اللي يعتمدون على سيارتهم بشكل يومي فهو ما عندهم الوقت أن يوقف السيارة نص ساعة ساعة لربع على ساس تعبي سيارة كهرباء ويمشي ومتعودي ويوقف خمس دقائق تعبي بلزين ويمشي فهنا تقنيات الشحن السريع يجب أن تتطور بشكل أفضل لذال الشحن السريع الموجود حاليا يستغنق وقت أطول من تعبئة خزان الوقود التقليدي وهناك تكلفة البطارية نفسها وصيانتها فتعتبر البطاريات هي جزء كبير من التكلفة السيارة ويجب تحتاج إلى استبدال بعد مدة وزينة وهو يزيد من تكاليف الصيانة وكما ذكرت هناك البنية التحتية الغير متطورة في بعض المناطق وخصوصا في البدن العربية فهذه هي كلها تعتبر تحديات ولكن لا يعني أن السيارة الكهربائية أنها لن تنتشر ولكن هناك تحديات يجب أن نعترف فيها وتحتاج تدخل الحكومات سواء للسرار الدعم في البلدان الغربية والمستهلكة أو إنشاء شبكة إعادة شحن وتكنولوجيا أعلى من الموجود لترجع هذه الصناعة تسترد عافيتها فالسؤال هل هو الخفاض في هذه المبيعات هو مطب مؤقت أو أنه يبشر بشكل أكثر خطورة أنا أعتقد هو مطب مؤقت وطارئ إلى أن ما تثبت هذه الأمور وتكون ثابتة في أوروبا وتتأود وترجع المبيعات كما كانت ترجمة نانسي قنقر